المبعوث الأممي هانزغورو بيند في عدن لإطلاق عملية تفاوضية شاملة ما زالت قيد التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية دوليا ومحليا بملف السلام في اليمن الزيارة التي جاءت تعقب حراك إقليمي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن تحمل إحاطة بشأن الاتصالات الأخيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي في الأفق المنظور لا يزال حلم السلام متعثر في ظل الموقف الحوثي المتصلب باتجاه الحرب وتهديدات الإرهاب وهو موقف حوثي يقف على قطيعة ثابتة مع جهود السلام الدولية ويحرص على إفشالها في كل جولة تنسيقية جديدة في عدن تستمر تأكيدات الطرف الرسمي على جانب التعاطي الإيجابي مع مساعي المبعوث ودعم جهوده في تحريك رواكد السلام المتعثر منذ سنوات لكن استئناث العملية السياسية يواجه مزيدا من الإشكالات التي تعرقل عجلة السلام في اليمن حيث لا تبدي ميليشيا الحوثية أي تستجابة مشجعة على مسار المفاوضات المرجوة وحتى الآن لم تعتمد الأمم المتحدة توصيفات دقيقة لحقيقة ما يحدث من خروقات حوثية متصاعدة ضد السلام وما من موقف دولي فعلي ورادع إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الميليشيا بحق المدنيين في اليمن على الأقل لتعزيز فرص السلام القائم على مبدأ العدالة